العاك اللي عندنا النهاردة كله بيع 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 واحنا عندنا خلاص يعني عندنا خلفية نعارفين ان البلد مزنوقة في 39 مليار دولار لازم تسدهم من النهاردة لحد شهر يوليو 25 فمزنوئين بقى الراجل النهاردة راح البريكس عشان يشوف له اي قرشين والناس بتبيع والحاجات دي كلها فالبلد واقف على رجلي للبيع كله بيبيعها حية النقل العام بدأت تلقي وتتقبل بعض العروض الخاصة للتأمين على اصولها بقيمة 7 مليار كل حاجة تبقى حتى هي تنقل العام إذا كان عام هيبيع المطارات اللي هي مفيش حتة في الدنيا مثلا المطارات بتبقى مطارات دي أماكن يعني شديدة الأهمية شوف كيفيه كم ميناء بحري تم تخصيصه وفيه كم الكلام على فكرة المطارات فده يعني تكلمنا قبل كده اكتر من مرة في فكرة بيع اصول الدولة وكلام دي كلها ده طبعا قلنا لكم هما مطلوب منهم تسعة وثلاثية احنا عملنا الحكاية دي من يومين هما الناس بتاخد مننا وزي بعض مجراش حاجة الشركة البريطانية بتدرس الاستحواز على ثلاث شركات مصرية لكن الموضوع الخطير الحقيقة جدا اللي انا قلت اننا مبارح استعرضنا جزء من كلام لميس الحديدي وهي بتتكلم على كده لكن الحقيقة ما عرفش انهم بدأوا التنفيذ بالفعل غير لما قرينا خبر النهاردة عن ان رئيس نادي مجلس الدولة رفض يسلم اراضي طرح النهر للقوات المسلحة ولازم انا اقف هنا شوية جماعة عشان القصة دي بالنسبة لي مؤلمة جدا نادي قضاءات مجلس الدولة رفض تسليم مقره لمشروعات قوات المسلحة وزارة الرقم الموضوع ده فيه كلام كتير كلام كتير خالص جدا اولا لم يسمع احد عن ان فيه مشروع طرح يعني اللي افهمه مثلا ان احنا هنتكلم على اراضي طرح النهر من شبرة لحلوان دي مسافة مهولة جدا مسافة مهولة جدا وعليها منشآت كبيرة جدا فده مشروع يبدو انه من المشروعات الكبيرة جدا 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 في مصر فكان يجب على الاقل خالص انه يحصل عليه ايه؟ حوار مجتمعي يحصل عليه بلاش لا انا اسف انا والله غلطا انا انا ههرج هو البلد دي فيها حوار مجتمعي انا اقصد بس اعلام المجتمع لان البلد دي انت عارف ففيش حد فيها يقدر يفتح بقه ولا يقول دي تبعت ليه؟ ودي اعدى ليه؟ ودي تبعت بكام؟ ومين هنا اخد عمولة؟ حرفيا يا جماعة حرفيا نحن رعاية في هذا الوطن حرفيا من غير كلام احنا رعاية مش مواطنين فرق الشاسع طبعا نحتاج ان احنا نشرحه لا هو معروف الرعاية اللي هو المواطن دا لي حق الحق في كل شيء في الوطن شريك في الوطن لكن الرعاية دا يعني مشمول بالرعاية فاحنا رعاية فالحياتنا مستغرب جدا على الاقل خالص كانت الحكومة تطلع تقول يا جماعة احنا هنعمل مشروع كذا 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 عشان يبقى فيه نوع من انواع الاستعداد النفسي بس مش هقولك يعني نوع من انواع القبول ولا بتاع قابلت ما قابلتش انت كمواطن مصري ليس لك اهمية عندهم تقبل او ما تقبلش دولا الاسياد واحنا العبيد هما بيتعاملوا كده لكن احنا اسيادهم ان شاء الله فالحياتنا مستغرب جدا فجأة الموضوع دخل في التنفيذ انت عارف الكلام اللي قرأته حضرتك بتاع انه نادي مجلس الدولة رفض تسليم ده معناها ايه؟ معناها ان باقي باقي الاماكن اتسلمت خلاص يعني اللي وقف في الزور بس مجلس الدولة قوضات مجلس الدولة لا مش هنسلم النادي على النيل وحاجة كويسة لا مش هنسلم فمعنا كده ان الهيئة العام القوات الهيئة الهندسية القوات المسلحة رحت استلمت الباقي استلمت المسرح العائم واستلمت نادي جامعة القاهرة واستلمت كل سياحة سياحة وفنادق واستلمت كل المنشآت اللي حكاية دي طب هتعملوا فيها ايه؟ مش تقولوا للناس؟ لا مش هنقول للناس المسرح العائم اللي ديله الثمانين سبعين سنة ده يتهد الكلية السياحة والفنادق دي اللي دي لها مش عارف كم سأتتهد تضطربة نادي جامعة يتهد ويتطربة طب هتعملوا ايه يا جماعة احنا مش منحقنا يعني معلش انا اسف لو دقيناكوا شوية انا مش منحقنا نعرف هتعملو ايه بس يعني خلاص انتم هتخدوا هتأخدوا الارض تهدوا المباني مش منحقنا نعرف بس هتعملو ايه؟ شوفوا يا جماعة الاسطهتار بالناس وصل لحدين شوفوا الاستهتار بالشعب وصل لحد فين انت ميش بالحقك حتى تعرف ايه اللي بيحصل و انت هتسألنا كمان لها تعرف ايه اللي بيحصل ولا المشروع اللي هتعمل ولا المشروع ده ملك مين؟ ولا ايه داخل الهيئة الهندسية للقاتل المسلحة ايه دخلها؟ في انها تفضي المكان وتهده وتبنيه ايه دخلها؟ ولا اي حاجة من حاجات دي؟ احنا مش بحاجة انا نعرف حاجة خالص حين هم يعني انا اسف التعبير يرمونك اللقمة كده وانت دا لورة مهالك يعني وانت بتاع بوز ايه دا كش وضاك عبيد من عبيد القرون الوسطى عبيد الحقول بتاع القرون الوسطى اتعرفين كان فيه صراع بين عبيد الحقول وعبيد القصر عبيد الحقول بتاع القرون الوسطى دولة دولة يعني دولة كان يقولك احنا شبه دولة والله ما فيها تفتوفة من من شبه الدولة ثم يا جماعة يا جماعة يا جماعة كفاية اوي كده ضرب اسفين بين الشعب والجيش كفاية اوي كده كفاية اوي كده شوف مشهد الجيش يوم 28 يناير انا برضالك بس ضميرك مشهد الجيش يوم 28 يناير لما نزل والشعب احتفى بيه في الميدين باعتباره انه هو اللي ينقذه من جبروت الشرطة وشوف الجيش دلوقتي عنده خصومة مع مين اهالي سينة سيب اجوان الارهاب ومشهد اهالي سينة اللي هجرتهم واللي قبض على منهم اهالي مطروح اهالي رأس الحكمة مع الجيش اهالي الوراء اهالي الناس اللي بيشتغلوا في الاقتصاد وفي البزنس طب ليه يا جماعة بتعملوا هذا الكام؟ ليه بقى الجيش ينزل عشان يشتبك مع نادي القضاء ومع اسات زي الجامعة؟ ليه؟ ليه ده خطر؟ نحن في لحظة الان نحتاجين الكل هي تكاتب فيها وراء الجيش باعتباره انه معرض لاي لحظة انه يشتبك مع الاعداء بقى ايزا حصل يعني؟ سواء شرقا او جنوبا او غربا او اي حاجة؟ ليه كده؟ ليه ليه؟ ليه؟ يعني لماذا هذا الاسرار على انه يبقى هو اللي في الوش وهو اللي بيخلص وهو اللي بيتلقى يعني المجابهة مع الناس وجها اللي وجها هيسا منكم يا رجل رشيد؟ محدش عاقل فيكم؟ محدش عارف ان ده خطر؟ الجيش لازم يبقى بره القصة دي خالص في حيطة تانية خالص؟ ها؟ ولا هستخدمه؟ الجيش مصري كان لا يستخدم الا بالتهديد فاكدين انت اهديدت سيسي؟ لما قال انا هفرده في ست ساعات وهنزل ابيض القرى؟ فاكدين لما عمل الازالات قالك هنزل ابيض القرى؟ زي ما بتحصل إبادة كده في غزة وفي لبنان دي الوقت هو كان الجيش هيبيض القرى كده؟ دي يا جماعة؟ فالحقيقة طبعا يعني لا اعرف الى اي الى اي الى اوضاع وصل هذا الوضع المزري في تاريخنا ان احنا ما نبقاش عارفين ايه اللي هيحصل؟ وما نقدرش نسأل ايه اللي هيحصل؟ وما حدش في الاعلام يقدر يسأل ايه اللي هيحصل؟ يمكن عمرق دي بطلع يتكلم بس على ايه؟ مصير الطلبة مش عارف ايه؟ جاب طبعا حد عشان يتكلم ما قدرش هو يتكلم اجاب الدكتورة مع ابن نصر عضو مجلس الشعب يعني اي ممكن تقول كلمتين ولا حاجة في هزي المهزلة خلالنا نسمع عائلتي ايه؟ اه انا عبرت عن تساؤلات ازاي محمدتك كده قلت في المقدمة لكل المواطنين عن ايه اللي بيحصل؟ طب نتهم؟ لما يبقى فيه مخطط واضح لتعلم للناس انا مشكلتنا الاساسية مع الحكومة هي الشفافية والتعامل مع المواطنين على انهم شركاء يعني لو فيه حاجات تكون جدا جدا لو هم بس اعلانوا اللي هيتعاني الحقيقي يعني هيوقفوا كل الكلام وكل اللغة اللي بيحصل بس يعرفونا يعني لازم الحكومة تعامل المواطنين المصريين ان هم شركاء وهم يعني مش فاقدين للأهلية ومن حقهم يعرفوا اللي بيحصل ومن حقهم يبدوا رأيهم برضو بالطرق المشروعة ويه؟ نفس الكلام دي دي عضوة برلمان تخيل بص وصل لاستهتر لحد فينا يا جماعة عشان تعرف ان احنا نعيش في حقبة سوداء في تاريخ هذا الوطن حقبة اسود من ارض الخروف زي ما بيقول اللي هو انت هتلسى هتقول النواب ده اسمه من نواب الشعب المفروض الست دي كويسة يعني احسب ما فيهم يعني والمجلس الموقر اللي هي بتنتمي لي ده المفروض ان ده بيحسب الحكومة والمفروض انا اسف والله انا اسف يا فهد من انا بدايك انه هذا المجلس يملك قرار اقالة هذه الحكومة يعني المجلس لو عمل استجواب وقرر اسقاط الحكومة واحدة بالثقة عنها تسقط ده على الوراء يا استاذ فهتخيل بقى الحكومة اللي هذا المجلس يملك انه يسقطها حتى ما بتعبروش ما بتعبروش انها تقول له هتعمل ايه حتى زي ما قلت لك كده هناك عدد من الوزراء يدخلش البرلمان ايه اصلا برلمان ايه انت هتصدق ان احنا عندنا برلمان هتصدق فالست يعني ست والله الست مع الاعلام المسكين برضو ده برضو اللي هو ايه مش عارف يقول كلمتين ما هو ما لو قلتلكم من اسوأ حاجة في الدنيا والله انك تقعد قدام الكاميرا كده انا جربتها الحمد لله ما جربتش التانية لانه يوم ما بيتقل ما تقولش حاجة ما بقى يعني ما طلعش ما طلعش فاسوأ حاجة في الدنيا انك تبعاست تقول حاجة ومش عارف تقولها فالمسكين مش عارف يقول حاجة لسانه كان طلقا ايما كان النضال ببناش والارهابين بيحكموا دلوقتي مقدرش يقول حاجة طب بس ده ده كلام ملوش علاقة بالسيادة يعني ملوش علاقة بفخامة الزعيم ولا بتاع بس يا جماعة انتو بتهدوا البلد او بتهدوا حتة كبيرة او في البلد فقولونا بعد اذنكو يعني هتعملوا ايه بس؟ يعارف انت مش هو ايه؟ مش مثلا زي ما قلت لك كده عدة اسئلة هتعملوا ايه؟ لا الكلام ده ما ينفعش طب مين المالك؟ طب خدته كام؟ الاسئلة اللي هي لو انت لو انت في بلد يعني طبيعي هتناقش المسألة دي؟ لكن ده بس يا جماعة بقى قبل ما تهدوا كل ده قولونا بس يا جماعة قولونا احنا هنعمل مشروع عظيم جدا اسمه مشروع كذا بتاع مين؟ فيش الكلام ده؟ فخاص يا ابن ابن اتراحت في ده يا الله اتراحت في ده يا هم بنا كنا منتكلم على الدكتور عبد خالق ثاروق وهي بياخد مننا وقت وبيروح لحاله وليفتح بقه يتبض علي ابن اتراحت في ده يا خلاص هيوة كده هم تعملهم كده خلاص هم تأكدوا ان كل حاجة تحت السيطرة وهذا الشعب اتحكم بقبضة من حديد ومش هيقدر يفتح بقه بتاعته جاعة دماغة بقى تصرف طبعا الاستاذ سليم عزوز كتب الصحفي وصديقنا العزيز يعني له قلم ساخر ومؤلم يعني فيها اتكتب بص طويل جدا بيتاريق فيه على بلغة السخرية يعني اللي هو يا جماعة يعني ايه سلموا الحكاية وما توقفوش كده طبعا بيتاريق عليهم يعني اللي هو سلم انت وما لكش دعوة عشان ما تسقطش هيبت الدولة والكلام لكله طبعا بص طويل جدا ولطيف والاستاذ سليم الحقيقة عنده اسلوب صحفي لطيف جدا 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 رد عليه احد المستشارين نتاج نتاج حاجة عجيبة جدا المستشار صاروت محمد قال سليم عزيز صحفي سابقا يعني الحقيقة السيادة المستشار جاب حتة عجيبة جدا لم نعرفها لم نعرفها في تاريخ الصحافة انه في حاجة اسمها صحفي سابقا يمكن يكون صحفي سابقا ومثلا ايه بيركب يعني دش بعد الظهر دلوقتي يعني ايه صحفي صحفي نفضل عمر صحفي حد ما يموت ده هي كلمات وهو عنده كام سنة ونتكلم على انه كاتب صحفي يعني صحفي ايش سابقا لكن ما علينا هو قالك الاستاذ سليم صحفي سابقا والموضوع شأن دولة عزمة دولة عزمة سيادة المستشار ده لطيف جدا على شكرا على مصر دولة عزمة واحدى مؤسساتها المؤكرة فلماذا آآ المعرات المحرضة ضد الدولة والمجلس الموقر ليس لك شأن طبعا الاستاذ سليم يعني ايه زي ما قلتلكم يعني خدوا غسيل ومكوى وقال له دي الاخطاء الاملائية بس ما ردش عليه قال له بس عشان انت حضرتك بس لو كنت في سنة ستة بتباقي كنت سقط وهذا الحقيقة هو مستوى مؤلم جدا لجيل تم ادخال القضاء في العشر سنوات السودان اللي احنا مرت في تاريخنا دي ما هي العشر سنوات دي يا جماعة دا لو خلصت بكرة الصبح الله اعلم هتخلص امتى هتلقي بزلالها لسنوات كثيرة جدا جدا آآ ناس دخلت المؤسسات زي مسألة مؤسسة القضاء كده لا حلقة لهم وهم دون المستوى مطلقا مطلقا الوسطى والفلوس والدنيا ايام حصل البرد كان في وسطى شريرة جدا وكان فيه فلوس برضو بس كان فيه معايير يعني ايه ما ينفعش ان انت تبقى في الكليتش كده وتدخل ايه تبقى بس على الحالة واحد في المية اتنين في المية ما تبقاش الحالات دي فانت من ضمن الحاجات اللي هنعنيها ده من ضمن الحاجات اللي هنعنيها الاجيال التي خرجت من الجامعات يا جماعة احنا من ساعة 2013 لحد دلوقتي تخرج حداشر دفع من الجامعات لا يعرف اي طالب في الجامعة اي حاجة عن الجامعة غير الكافيتيريا لا يعرف الجامعة دي اللي هي ممبر من منابر تعلم السياسة ها والثقافة وكل الاشياء ما حاجة شعب حاجة الجامعة بيروح يقعد في الكافيتيريا اذا كان صاحب واحد ولا صاحب واحد وخلاص فحبقولك النتاج هذه السنوات هيفضل معنا سنين كتيرة جدا لانه طلع لنا بلاوي سودة لأوقات طويلة جدا جدا جدا